كرم وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سمو الشيخة حصة بنت خليفة الخليفة بمنحها وسام رائدة العمل الاجتماعي الأهلي في مملكة البحرين جاء ذلك في حفل التكريم الثاني لشخصيات رائدة في مجال العمل الاجتماعي الأهلي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي الذي أقيم في العاصمة مسقط بسلطنة عمان الشقيقة وقد استلمت تكريم بالنيابة سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية وبهذه المناسبة أعربت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين عن بالغ فخرها وامتنانها بنيلها هذه الجائزة الرفيعة ممثلة عن مملكة البحرين وأكدت سمو الشيخة حصة بن خليفة أن هذا التكريم سيكون دافعا إضافيا لبذل المزيد من الجهد والإبداع في مجال التطوع والعمل الاجتماعي الأهلي خدمة للوطن وأبناء مشيرة لأن أشكال العمل الاجتماعي الأهلي آخذ في التزايد والتنوع وذاهب إلى الإبداع والتجدد وهذا الأمر يتيح لقطاع أكبر من المواطنين الانخراط في العمل الاجتماعي الأهلي